حضراتكم لحاجة تانية والهيئة الوطنية للصحافة بتتكلم عن ان تقرير هيومان رايتس حول الانتخابات الرئاسية التحريضي وغير مهني الهيئة الوطنية للصحافة بالامس اطلقت بيان عاجل عشان ترد على تقرير منظمة هيومان رايتس ويتش بخصوص تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة حالكم شايفين العنوان يعني تصاعد الاعتقالات ما فيش كلمة اعتقالات دي حتى قانونا مش موجودة يعني تصاعد الاعتقالات في مصر قبيل انتخابات غير نزيهة طب هي الانتخابات ما حصلتش اصلا سيادتك بتقرر انها مش نزيهة ازاي هي لسه ما بدأتش ايه اللي عند حضرتك قيمك وخلاك تعلم الغيب وتشوف الانتخابات دي هتبقى نزيهة ولا مش نزيهة فعنوان مخزي والسياق بقى ايه بيان تحريضي ضد دولة يعني شيء غير منطقي لكن دي قراءتنا احنا قراءت بقى المتخصصين في الموضوع خلينا نشوف مع حضرتكم سيد مختار نوح المفكرة الاسلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان صباح الخير يا فندم نورنا حضرتك اهلا نوحا من صباح النور يا فندم اهلا نوحا قراءت حضرتك لهذا البيان يا فندم يعني حضرتك انا قرأ الهيوان ريس من اول ما طلعت وكنت بخطبة الاول احنا عايزين نفكر لغريك بتاع المنظمات الفقاقية دي كل منظمة بتتبع من يمولها وظيفيا يعني هي بتأدي غرض وتأدي وظيفة مش ممكن بتكون بتمول مثلا من الولايات المتحدة الامريكية وحتخالي السياسة الولايات المتحدة اه طبعا او حتتكلم عن مثلا معتقل ابو غريب مثلا او حتتكلم عن جوانتنا انتهكات الولايات المتحدة الامريكية في اماكن مختلفة مثلا اه حتتكلم على الحاجات اللي هي بتتكلف بيه فدي اولا ثانيا انا متابع هذه المنظمة من اول ما تعملت يعني من ايام اللي اعتقلات الحقيقية اللي كانت ايام مبارك اللي فيه بعض الاعتقلات قعدة 19 سنة و20 سنة تماما وبالاسم بعتنا لهم باسم ما كانوش بيكتبوا لان ما كانوش مكلفين وقتها بالكتابة وقت ما يكلفوا بالكتابة بيكتبوا اما بقى مسألة المصطلح اللي اخترعوه بتاع الاختفال القصي ده اه طبعا مجندة ناس هنا مجندة ناس بتحاول انها تعمل التمثليات دي العقوبات طبعا مش كافية للمجندين في هذا الامر العقوبات مش كافية او مفيش عقوبات احيانا بالمرة لذلك ينبغي ان احنا نلجأ الى القانون في هذه المسألة مينها مسألة الاختفال القصي المجندين اللي هم التابعين لهيومن رايتس هنا في مصر طبعا بيدون فلوسوا يعمل التمثيلية دي المفروض يكون فيه محاسبة قانونية ليهم المفروض سيادتك بتقول فيه محاسبة قانونية تحصل ليهم لازم لازم محاسبة قانونية لان هم بيعملوا تمثيلية زي اي حد ما بيعمل تمثيلية ويعرضها على التلفزيون وبنحاسب المؤد والمنشئ لهذه المصلحية بنحاسبه قانونية برضو دول بيبقوا اخطر بنزيب تبقوا اخده فلوس عشان تمثل التمثيلية دي والاختفال قصري قلنا انه مصطلح نزل مصر مع البلدية مع الدكتور البلدية علشان الاختفال قصري جريمة يحاسب عليها النظام ومش بتحاسب عليها اصراب وحاسب عليها النظام الاختفال القصري ده معناه اختفاء ومعناه خصري يعني خطف ومحدش عارف عنه حاجة المصطلح ده ظهر من سنتين وكان المقصود دي اللي هو ادامة نظام السيسي واظن العلوان اللي حضرتك على دي دلوقتي من شوية ان الانتخابات غير نديها من قبل ما تحدث يعني دي بادرة كويسة ملاحظة كويسة من حضرتك انه هو يتكلم من دلوقتي عن عدم نزاية حاجة محطرتش نيجي بقى الاختفال قصري ايه الاختفال قصري؟ ده اصلا مش موجود في مصر لانه كل واحد بيقوض عليه ما فيش حاجة اسمها اتقال في حاجة اسمها نيابة بيقدر يسأل على اسم اللي يهمه في النيابة المختصة والنيابة المختصة نوعين اما نيابة امن الدولة اذا كانت الكريمة متعلقة بجرائم امن الدولة المداخل واما النيابة العامة ممكن يمنع من الزيارة ما فيهاش حاجة تحقل النيابة ان يمنع الزيارة مدة معينة الناس دي هنا في مصر احيانا بعض الناس بتصدق بتنسى ان هومن رايتس او اي منظمة حقوقية انما بتؤدي وظيفة ما فيش حاجة اسمها منظمة حقوقية لان كل المنظمات الموجودة في الساحة في مصر تمويلها اجنابي وتمويلها معروفة ما فيها بقى حتى نقول هومن رايتس بما فيها منظمة العرف الدولي فما نقدرش نعتبر ان هذا التقريب منفصل عن سياسة الدولة اللي بتمول هذه المنظمة النقطة التانية ان احنا لازم نستلم كل هذه التقارير مش بعضها مش اختفاء زبايدة بس لا كل هذه التقارير لازم نقابلها بالشك لان مفيش حد بيعمل حاجة اسمها لو اجفع اقوه الانسان او من اجل حقوق الانسان مفيش كلام ده مش موجود على ارض العالم لسه متواجدش ان المنظمة تبحث في حقوق الانسان مجرده انما هي بتوظف هذه القضية لمصلحاتها السياسية يعني اذا كانت عايزة تبتعب نظام معين فبتتعبه عن طريق هذه التقارير الكاذبة منضم للتقارير الكاذبة اللي مش محتاج رد الحقيقة غير ان القرار اقبات على كل من يتواطى مع هذه المنظمات ما بنقولش كده علشان خرف ناس عندهم شكاوة لا اللي عنده شكاوة بيتقدم بيها وبكل الطرق القانونية لكن اللي عنده زمسلية ما تقدمش بيها واحدة زعلانة من امها هربت من امها راحت امها دفعتها انها تروح تجمع في التجمع ده حبت واحد وتجوزيته زعلانة من امها وامها مش موافقة قعدت معجوزة ومعرفتها عشانوانها دي قضية مش المفروض انها تطرح على انها اختفاء قصري ومش اختفاء قصري لما شفنا حتى البنت يعني دي ما تستدعيش لأي اختفاء يعني ابنت مالهاش علاقة بالسياسة مالهاش رأي مالهاش فكر مالهاش اي 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 راحت قعدت عشرة ديان تاكل وتشرب واحد اعجب بيها تجوزها وخلاص يبقى احنا لازم نواجه هذه الحالات بالقانون القانون الداخلي انه يبقى فيه عندنا حساب لكل من يشارك هذه المنظمات في التمسيليات الرخيصة طب المجلس القومي الحقوق الانسان يا فندم هيبقى عنده اي موقف معلن من الموضوع ده طبعا هذا الموضوع لازم يصاب في جلسة الاربعاء القادم لان المجلس بيجتمع كل اربع اول من كل الشخص واعتقد ان هذه القضية لازم تبحث وانا بتكلم مش بصفة الشخصية انا بتكلم كمان لاني عضل في مجلس الانسان واحنا ردنا على مساءات الاختفاء القصري ده لما اتقدمت الكماهير بعشرة او خمساشر حالة جبنا لهم الرد عليها لعشرة او خمساشر حالة هما في سجن ايه ورايحين فين وكده الناس الشعب المصري اللازم يعرف ان ما فيش حد لهم اصلحة في تلك الاختفاء القصري لان ما فيش شخصية الاختفاء حيساعدها يساعدنا سياسيا لان احنا معناش حاجة تتخبه الرئيس بيتكلم كل مسافة زمنية محددة والمواظرات والمؤسسات موجودة والمؤسسات اللي فيها عطل اطل اداري اطل بلقراطي اعتقد ان ده بيعلن عنه من خلال شكاوى الجماهير وبوضوح بالآلام دي يعني اهم حاجة احنا عايزين نقولها للناس عشان تطمئن ان كلمة اختفاء القصري دي مش موجودة في مصر وما فيش حد يستحق انه يخفى قصريا قصريا يعني بالقوة يعني يتخصف من بيته من مصر عياله ويتغمى ويروح مكان مجهول ويعيش لغاية ما يموت مواضيع ابسط من كده مواضيع ابسط من كده ابسط من كده واللي عايز بيتكلم ما بيتكلم واللي عايز يروح قطر بيتكلم بيتكلم بس هي الاشياء تي بتتعمل لانها جزء من الحرب جزء من الحرب على النظام المصري وعلى الشعب المصري جزء من تفتيت جافة الداخلية كل دي حروب معروفة بالذات لما بتكون دولة تبني نفسها على مستوى واسع يعني الخطوات اللي بتتم في مصر خطوات واسعة جدا الخطوات الواسعة جدا دي دخلة في الجاز ودخلة في البترول ودخلة في التسليح ودخلة في الاستقرار لازم لازم اي دولة استعمارية زي مثلا النظام الامريكي ما يرحبش بوجود دولة قوية في شرق واوسط بغض النظر عن ان امريكا اعلنت اهدافها في كل المحافة الاعلامية وقالت انها اهدافها خط كينات ضعيفة في منطقة الشرق الاوسط ونزلوا نظرية زيوريست للناس بسمها نظرية الشرق الاوسط في الجديد احنا طبعا لغاية دلوقتي بعض المعارضة المصرية ما درسوش الموقف دراسة راعية ومعرفوش ان واحدة مصر اولى من الحديث في اشياء كثيرة جدا اقل اهمية من اللي بتكلموا فينا بشكر حضرتك شكلا جزيلا سيد مختار نوح المفكرة الاسلامي الكبير وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان حضرتكم سمعتم من الاول نرجع تاني الموضوع الخاص بهيومن رايتس ووتش واحنا بنتكلم عنه وتقرى حضرتك البيان يقولك تصاعد العنوان تصاعد الاعتقالات في مصر قبل انتخابات غير نزيه مفيش اعتقالات ومفيش انتخابات لسه حصلت فده اول القصيدة بقى خلاص احنا مكلم في كاذب بين من العنوان تقرى بقى بقيت التفاصيل وبعدين موضوع الاختفاء القصري زي ما سيد مختار وحضرتكم سمعته مفيش حاجة تستدعي لاختفاء القصري اولا اللي بيتهلو عيل في مصر بيوصل للصحافين وبيوصل للناس وبيكتب على السوشيال ميديا اللي بيضيع منه طفل صغير ابنه الصغير والناس بتدور معايا وفيه ناس فانت بتتكلم بتتكلم في بشر بتتكلم في بني قدمين ليهم بيانات وليهم قاعدة بيانات ومقيدين ولهم أسر وليهم عيلة وليهم ناس بتسأل عليهم كل اللي تم الحديث عن هم اختفوا قصريا والمصطلح عجيب جدا يعني هو على يعني استعين بكلام يا استاذ سيد مختار هو مصطلح تم اختراعه عشان مصر يعني كل اللي تم اختفاءهم قصريا زي ما بيقولوا ظهروا في أماكن تانية اللي ظهر منهم في جماعات إرهابية واللي ظهر منهم في داعش واللي ظهر منهم مع تكفريين هنا واللي ظهر منهم تم بيكلمنا من سوريا واللي بيبعت معرفش فيديوهات منين واللي ظهرت مرتبطة ومتجوزة مش عايزة تعرف أهله كل شخص تم الادعاء بحاجة بتظهر الحقيقة لكن هم طبعا بيعموا عنهم عن الحقيقة هو مصمم انه ياخد القصة من أولها ويشتغل عليها ويرواجها لهدف معين وهو ضرب الدولة المصرية الحرب حاليا هي حرب ضد كل ثوابت الدولة المصرية وحرب ضد الشعب المصري في ثقافته في معطياته الفكرية في أساسياته الإنسانية ضرب كل الروابط الإنسانية داخل مصر فطبعا أهلها في رباط إلى يوم